بعد كده او ادارة الاحداث الكمبلاينس المستيكس and problems how to document المستيكس او البروبلم الروت كوز الروت كوز اناليسز اليميديات اكشن اللي بيتاخد فوقتها والcorrective actions وصيح حاجة اسمها البريفنتف اكشن الحقيقة التلات اكشنز دول موينين جدا لما بتحصل مشكلة في اليميديات اكشن لازم يتاخد فيه corrective action بعد فترة ببدأ اصدره فيه preventive actions بحلل المشكلة واعرف اسباب حدوثها وحط preventive action عشان ما تتكررشي مرة اخرى اللابوراتوري assessment او اللي هو تقييم المعمل فيه internal auditing وفي external auditing تقييم داخلي وتقييم خارجي وقلنا التقييم الداخلي اه بيكون باستخدام quality indicators والaudit program والaudit review البرجرام الداخلي للمراجعة اه بنستخدمه والمراجعة الداخلية الاكسترنال اه assessment بيتم عن طريق اه ال proficiency testing او اللي هي الايكا ودي بتبقى عبارة زي الايكاس وريكاس دي بتبقى عبارة عن اه مواد زي العاية زي السامبلز كده بس هي متركبة بطريقة معينة ومعمول عليها اختبارات ومعروف كل اه ريجنت من دول او كل تسامبل من دول او كل تست من دول قمته كام والرينج المسبوح به من كام لكام المعمل بيعملهم وبيبعط النتائج لي اه الجهة اه اللي ارسلت له هذه العينات وبتبدأ هي تقيم اداء اه المعمل الانسبكشنز الفحص والاكريديتيشنز والاكريديتيشنز دي من الحاجات المهمة جدا وحنتكلم عنها في حلقة قريبة ان شاء الله تحسين العمليات او البروسيس امبروفمينت اه الاو اف اايز اللي هي الابراتورنتيز فور امبروفمينت فرص اه التطوير الاستيك هولدر اه الاستيك هولدر اه فيدباك والبروبلي برزوليوشن والريسك اسيسمنت والبريفينتيف اكشنز والكوريكتيف اكشنز الحلق دي العناصر بتاعة عملية التطوير نيجي للكاستوبر سيرفز او خدمة العملاء الاستيك ده بتكلم عن الكاستوبر جروب ايدنتفيكيشن ازاي اتعرف على مجموعات العملاء اللي بيجولي ما هي احتياجات هؤلاء العملاء اه الفيدباك بتاع العملاء الكاستوبر اه فيدباك اخدوا اه من العملاء واستفيد منه ازاي الفاسيليتي والسيفتي الفاسيليتيز والسيفتي السيف ووكينج افايرومنت الووكينج افايرومنت لازم تكون سيف الترانسبورت مناجمنت ازاي بيتم عملية النقل داخل المعمل وخارج المعمل السيكيوريتي الامان الكنتينمنت الاحتواء ازاي اسيطر على الامور في المعمل بحيث ان مفيش مصيبة تطلع من المعمل وتتصرب الى المجتمع لان المعمل بيشتغل فيه عينات مرضية الواست مناجمنت ازاي بنجمع مخلفات المعمل اللابوراتوري السيفتي عموما والارغانوم ميكس بعد كده هتكلم عن امبليمنتينج كواليتي مناجمنت بمعنى ان ادارة او تطبيق ادارة الجودة لا يضمن خلو النتائج تماما من الاخطاء لكن بيدتكت هزي الاخطاء اللي ممكن انها تحصل ويبريفنت انهم يحصلوا مرة اخرى هي دي مؤيبة الجودة ينتج عن نظام ادارة الجودة مختبر عالي الجودة يكتشف الاخطاء ويتوقعها قبل حدوثها ويمنع تكرارها في المستقبل المعمل اللي ما بيطبقش نظام ادارة الجودة يضمن حيكون عنده اررز كتيرة جدا وبعد كده في عند حضراتكم السلايفز بتاعت الابراتيو كواليتي مناجمنت سيستيم الكوردينيتد اكتيفتيز تو دايريكت اند كنترول ان ارغانيزيشن ويز ريجار تو كواليتي اللي هو الايزو 9000 ده كان الكلام ده كان سنة 2000 والانوفيتورز اف كواليتي كنترول هم حضرات الدكاترة لحضراتكم شايفينهم وده تطور نظام الجودة التاريخ بتاع نظام الجودة ودي بقارنة بين بتاعة الايزو والCLSI ده بقارنة بين هذا الهزي مقارنة بين الستاندرز بتاعة الايزو وCLSI بعد كده الدكومنتري بتاع اللابوراتوري واسماء المنظمات في الخلاصة كواليتي مناجمنت مش حاجة جديدة الكواليتي مناجمنت نمى من ال الجود وورك اف انوفيترز اللي قدروا يعرفوا الكواليتي اوفر اسبان اوف تمانين ييرز يعني على مدار اه تمانين سنة كواليتي مناجمنت از ابليكابل فور مانيوفاكتورينج اند اند في الخلاصة هنقول الكي ميسيج اللي بعمل هو عبارة عن سيستم مؤقت جدا كل الوجوه او العمليات اللي بتتم فيه يجب ان تتم بدقة وبطريقة صحيحة علشان نضمن الجودة الطريقة اللي بتستخدم لتطبيق الجودة بتختلف على حسب المكان او الدولة او المحافظة بنبدأ بخطوات بسيطة علشان نتخذ اجراءات وعية في العملية عاملية الجودة يجب تعريف كل عناصر نظام الجودة ده نظام الجودة زي ما حضراتكم شايفينه السلايد ده هو عبارة عن نظام الجودة لو فيه اي اسئلة او تعليقات ياريت تسيبوها لنا في اسفل الفيديو في التعليقات واحنا هنرد عليكم ان شاء الله اه اشكركم اه اشكركم شكرا جزيلا والى حلقة قادمة ان شاء الله شكرا لحضراتكم كان محدثكم دكتور واي الامام اه quality control driver from WHO اشتركوا في القناة شكرا لحضراتكم اشتركوا في القناة